بسم الله السلام عليكم العديد من الناس كيشريوا بوكالة وكيتفعوا الضوصة لهم وما كيتقبلش والسبب هو انه هاد الوكالة هي اللي كتكون مرفوضة يعني تقدر تكون خاطئة تقدر تكون اسباب اخرى لخلتها الترفض وفي هذا الفيديو غدي نتكلموا على كيفاش خص تكون الوكالة باش ردوا بالبال فاش نبغوا نشريوا بها سواء كنا غدي نشريوا سواء كنت عندي مكتابة يعني كنت عندي مكتابة بيتنقدل شي واحد وكالة قصة نقدها بطريقة صحيحة او اذا كانت عندي مكتابة وبيتنقدل شي واحد دوسي ديالتغيير الملكية حتى اناراني ملزم باش نكترولي ونقول لاتستيدر ما ديزاش الوكالة ماشي غين نخدم ليه الدوسي ويمشي يتم راجع يعني تنارى عندي واحد شوية ديال المسئولية مزيلا نكون عارف ونفيري في الوراق ماشي غين بقى ندخل ونقد في العقد للناس وفي الخريط يتموه كيلغيو اذا على بركتي الله اول حاجة خاصة تكون في الوكالة ديال البيع او اللي غدتكون معها هي فوتوكوبين غاليزية ديال صاحب السيارة يعني صاحب السيارة مادش يكون معنا في هذا البيع لانه الوكيل اللي كي يبيع وباش تكون الفكرة واضحة فانا درت واحد الاسماء يعني عمر راسي باش نفهمه فصاحب هاد السيارة اللي كتشوفه هنا في الفيديو مثلا هو عمار بن علي هاد عمار بن علي هو الاسميته في كارت غريس اذا مادش يحضر البيع لانه هو دار وكالة مصطفى بن احمد لظروف ما هاد السيارة غي بيع لكن مزيان تكونوا ندخل فوتوكوبين مقاليزية ديال السيارة عمار لانه ممكن يطلبوها ممكن لا لكن فشنقوله ممكن ايه لا اللهم ما تكون ايه لانه لم يكن يدفعتي وقالوا ليك رخصك فوتوكوبين مقاليزية لصاحب السيارة ممكن هاد السيارة يقول ليك او داد عمار انا موقيتش عارفه فين هو مبقاش عندي معه او يقول ليك اعطني الف درهم لابا تنجيبها ليك لهذا اللهم من نهر الاول تقلب عليها هاده النقطة الاولى اذا قلنا خصتكم فوتوكوبين لكارت زيت انه رأي صاحب السيارة ما ديش نحتاجه لانه اصلا كين وكالة فاذا كنا محتاجين صاحب السيارة فما هو الضور ذات الوكالة اصلا النقطة التانية هي قد نتكلمو على الوكالة كيفاش خصها تكون واشنوم الحوايج اللي كي خليوها ما اتقبلش فا اول حاجة هي الوكالة نفسها كاملة خصها تكون اصلية وراك الدفاع مع الدوسي ذي لتغيير الملكية يعني ما اعطني شي واحد فوتوكوبي او اعطني شي واحدة مسكانية ويقول ليك دفاع لا رخصني الاصلية وخصها تدفع مع الدوسي وشان ما حتى يقول لك حقا را قد ندفع الدوسي قريفين الوكالة والوكالة خليتها عند السيد اللي باعليها هذي النقطة الاولى لان الوكالة تكون اصلية وخصها تدفع يعني واخي كل انسان على بره رخصي سيفتها ماشي سكاني هالك يعنيش واحد يكون في شي دولة اخرى في المانيا ولا يكون في الخاليج رغي سيفتليك الوكالة الاصلية هذه تعدد عندك الثاني Images اوة роде اهم الشيء تدفع مع وكالة خاصة للبيع يعني تكون من السياق اوالبيع اولا ل plats لا ت Understanding وكالة خاصة للبيع وتكون بينا هنا وتكون بينا هنا في موضوع الوكالة وهو بيع السيارة لان او وكالة مفوضة وتكون سافر فيها يمثلوني في جميع الادارات وهذه وهين هي عني ولكن ما مدقوش فيها حس البيع وهذه رهام ما مقبولاش. بل اكتر من هذا كي يكون عنده غير التزام ديال ان هذا الشخص مسؤول على السيارة وكي يبيع به وهذا رهام غير مقبول. اذا ضروري الوكالة يكون باين فيها الموضوع ديالها اللي هو البيع. انا كمشي لكم بالمشاكيل بالترتيب اللي كنتيحوا فيهم بزيال في. ثالث حاجة هي المعلومات ديال السيارة. عقلوا على هذه. المعلومات ديال السيارة خسكون. لان هذه السيارة مثلا. ندرنا لينا هذا المطريكيل ديال واحد آليف. هو المطريكيل ديالها. ديال المغرب. والرقم الإطار الحديثي ضروري. يعني ما حلم واحد كي يدير واحد واكالة كي يقول. انا كنوكل فلان على الاملاك ديالي. انا رمي مكنش تبيع بهم السيارة. او على السيارات ديالي بصيفة عامة. رمي مكنش تبيع بهم السيارة. ضروري الوكالة تكون فيها السيارة الفلانية بالتحديد. وبالمطريكيل. وبرقم الإطار الحديدي اللي هو هذا. عقله. الوكالة باش نبيع السيارة. ستكون مدكورة فيها. هاجوج معلومات. السيارة يعني المطريكيل ديالها. ورقم الإطار الحديدي ضروري. يعني ديالك العلومات اللي في كارت كريز من اللور ان نقلوهم. واحتى. الى ما نقلناهم مش كامين على الاقل يكون المطريكيل. ويكون رقم الإطار الحديدي. وعلى ديكار المطريكيل. فكل اللي كتكون عنده غير كارت كريز بروفيزوار. يعني كتكون عدو شي واحد السيارة. وما زال عنده داك الروسي. وكي يبغي يدير وكالة لشي واحد. تبغي يبيع ليه. ما يمكنش يبيع لانه ما زال ما خرجات كارت كريز. كي يقول لي ندير وكالة. فانت اذا درتي وكالة بمطريكيل ديال بره. يعني الطنوبيل ما زال ما تديونات بحراض في عطيها الديوانة. وكان هنا واحد المطريكيل ديال بره. وخرجات كارت كريز. ارى هاد الوكالة مصالحة لك باش تبيع. خصك تزيد هنا ايه قدامها. خاد المطريكيل ديال مغرب. ويتكشع عليه في المقاطعة. عاد ممكن الدوث. يعني ما يمكنش تجين ناس بغي يتبيع انت واحد طنوبيل فيها واحد آليف. في المطريكيل. في كارت كريز. في حين انه الوكالة فيها هنا مثلا اس ال مية وثمانية وخمسين. ما يمكنش. تقولوا من الله راح بدونات. كي يقول لكم ما راح يخص هاد المطريكيل يبالينا هنا ديال المغرب. اللي في كارت كريز يخص يكون هنا. تالت او رابع حاجة اللي خصة نتكلمو عليها. هي المعلومات خص تكون صحيحة. في الوكالة كاملة. سواء الاسم ديال. صاحب السيارة. النمرة دياله. فبش حل ما حتكيدير السمية ما كيديرش نمرة ديالكارت اصلا. لا خص تكون النمرة ديالكارت وتكون صحيحة. نفس الشيء بالنسبة السمية ديال السي اللي عنده الوكالة. والنمرة ديالكارت دياله. والمعلومات الخاصة بالسيارة. وسيرتو كيف قلنا. رقم الاطار الحديدي. والمطريكيل. هذو واحد المعلومات اللي خصها تكون. صحيحة. ده بندوزو. الا. واحد المسألة اخرى. اللي كي يسوله لها الناس بزاف ألا وهي. هاد الامضاءات. واش ممكن انا نوكل واحد بلا ما يمضي معايا. يعني ممكن يكون غير الامضاء ديال الموكيل وما يكونش الواكيل. يعني انا صاحب السيارة. فكذا. واش ممكن ندير وكالة الخوية في مراكش. يمشي ابيع لي السيارة بلا ما. اسني معايا. فهاد الوكالة. هنا كنقول لك اللي ما يمكنش. لانكم بجوجكم في نفس البلد. يعني بجوجكم في المغرب. خصتكم تسنيوا بجوج لانه وتذك الواكيل خصتوا يعرف على سنة. لانه اذا كانت القادية بحلوكا. تلقى سيارة انضر وكالة بسمية شي واحد اخر لي وما في خباروش. فانما جاءتني شي مخالفة اقلبها بسميته. وغيرون لي نزاع. اذا من شرط الوكالة هو انه الوكيل اسنحته هو باش يكون عارف راسه راح تابعه واحد الالتزامات باش ما يجيش واحد النهار يدرته هو واحد الشيكاية يقول لك. هذا راح تقلب مخالفات على سميتي او تحملني واحد مسؤول يضح السيارة وانا ما في خباريش. اذا سيكون في خباره. اشنا هي في خباره. هو يكون ثاني حتى هو. لكن كين انحالات فيما كيسنيش الوكيل كيسنيع الموكل. واولها هي فاشكيكو الموكل في واحد الحالة لما يقدرش يتلاقاو. مثلا يكون في دولة اخرى خارج البلاد. را كيمشي القنصوليات وكي قد وكالة بسميس. ذاك الشخص اخو ولا مرتو ولا ابا هو لا وكي سيفطها له. هنا راح ما يمكنش ما ممكنش نسيفط احنا الوكيل. حساس السبريون عند الموكل يسني ويرجع. كذلك ممكن هاد الموكل يكون محجوز يعني عند البوليس او عند جدار مياه او في شي حاجة اللي يكون محجوز ما يمكنش اسفط. وثالثان ممكن يكون غير ارت يعني وارتة. را كيكون واحد من الوارتة كاسفة الخوة واحد وكالة بشي. يبيع ذاك السيارة يعني هنا حالة ممكن اسني فيها. او ممكن يكون هادو شركة اصلا. وكيدر هذا وكالة ذاك الشخص باش هو يبيع فلسطو هنا. نعم لكن لك انه غير اشخاص عاديين الحالة عندهم عادية واحد في مدينة ولا اخر في مدينة را ما يمكنش اسفط له وكالة ساني فيها غير هو بوحده. دباما بين الحويج الاخرى اللي خصنا الرقز عليها في الموضوع الوكالة. هو المدة. فاذا قرينا الموضوع الوكالة. كان وكالة اللي كتكون فتوحة. بحال هذه اللي هنا يا ما كينش شي تاريخ لمحدد ديال الالغاء ده هادو الوكالة. في حين انه كيني وكالة محددة. كتكون مكتوبة انه هادو الوكالة صالحة لمدة ثلاث اشهر او ابتداء من التاريخ الفلاني راه الاغية الى غير ذلك. اذا سنشوفو. واش هادو الوكالة محددة. وفات التاريخ ديالها ما بقاتش صالحة. او انها. مفتوحة. دبا غديندوزو المشاكل اللي كنوقع فيهم بسباب الناس ديال لغاليزاسيون. يعني ذاك الشخص اللي كي قديزيليا. شي مرة. كيدر واحد الكاشر. باهت. وما بينش. وهذا من الاسباب الكثيرة. او هاد السبب هو اللي غالبا كي رجعوا به الوكالة هو الكاشر ما بينش. اما ما بينش لانه باهت. اما ما بينش لانه مدمع بزاف. كيكون ذاك الكاشر مدمع. وما كي يبانوش. دوك الكتابات اللي فيه ديالجامعاء او مقاطعة في انجاليزينا. فالكاشر ممكن يسبب لنا فالرفض ديال هادو الوكالة. كذلك. نوامر ديالجاليزاسيون. لانهو بعض المقاطعات او الجامعات كي ديرو جوج نوامر. مثلا هادا غيسني على الرقم الف وستمية وخمسة. وهذا كيسني على الرقم الف وستمية وستة. وكين بعد المقاطعات اللي كي ديرو غين مرة واحدة. فهذا الرقم اذا ما كانش كلي كين سهقا. او كلي كيكون. ديرو بشي طريقة ما بيناش. لانهو كيش مرة كيكون حروف ارقام كل مقاطعة. وكيف نقلهم مولستيبير او الشخص اللي يكتب هاد العقد كي نقلهم غالطين وكيسببوه. فالرجوع ديال هاد الميلف. كذلك. حتى بالنسبة للمعلومات اللي كي يدارو هنا يا كتكتب السمية ديال. الموكيل والوكيل. في الوسط هنا. كيش مرة كيرجعو لك الميلف. لانهو اغلبية اسحاب مقاطعات كلي كيكتب السمية والنمرات لكارت ديال الموكيل. والسمية والنمرات لكارت ديال الوكيل. كلي كيكتب السمية والكنية السمية والكنية. وبعض المرة ترا كيحكروا على هاد المسألة. حتى هي. اذا. الخلاصة. هي انه لوكالة. راها دايزة. عدناش مناش نخافو. لكن شريطات توفر هات الشروط لقلنا كاملة. ما يكونوش اخطاء. ما يكونوش ليراتير. ما يكونش بلونكو. واحتاج لتصحة شي حاجة. راكي تدار فوق هالكاش شي ديال المقاطعة. ودرورة تكون الوكالة اصلية مشي فتوكوكو ولا مسكانية. وراها كتدفع. يعني ما شيرا نتكاتب مع الشي واحد ونخلي له الوكالة دياله ومشي ندفع الضوصي ديالي. وكتذكير را كنقومو بهاد الخدمات كاملة. يعني ليبغى شي وكالة شي التزام شي حاجة اخرى. يتواصل معي ونتكلف ليه بكل شي من الول حتى الاخر هذا رقمي. مرحبا في اي واقس.